معادلات تفاوضية بدأت تلعب عليها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها أن تصعد من هجمات الفصائل المسلحة ضد التواجد الأمريكي في الداخل العراقي وطبعا هذه المعادلات التي نتحدث عنها هي معادلتين مهمتين طبعا هذه المعادلات الأولى هي قضية تبادل الأسرة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية عباس عراقشي نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في مفاوضات فيينة الرجل قال بأن الأمريكان دائما ما يربطون قضية الأسرة مع المفاوضات النووية وهي ليست لها علاقة وهذا أمر إنساني ولذلك الأمريكان هما يعرقلون الأمور فيما يتعلق بالأسرة وعلى هذا الأساس الأمريكان هما لمعرقلين هذا الملف ولكن نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اعتبر تصريحات عباس عراقشي هي مشينة وغير صحيحة وقال بأنه الإيرانيين لو كانوا صادقين في عملية تبادل الأسرة كان عليهم أو من الأفضل لهم أن يطلقوا صراح أربعة من الأمريكان الأسرة اللي موجودين في إيران واللي لهم سنين طويلة موجودين في الداخل الإيراني على هذا الأساس واضح جدا الآن هذا الملف ملف الأسرة هو غير متفق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى هذه اللحظة والملف الأخطر والمعادلة الأخطر واللي هي تعتبر أهم من هذه هي قضية أجهزة الطرد المركزية الآن اللي سووا الأوروبيين مؤخرة بحسب الولستريت جورنال قدموا عرض إلى الإيرانيين قالوا لهم أنتوا أولا يجب أن تدمر البنية التحتية الإلكترونية لأجهزة الطرد المركزية بالكامل في إيران بالإضافة إلى ذلك أنه تجي الـ IAEA اللي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي تشرف على كل أجهزة الطرد المركزية المتطورة والمتقدمة كانوا في البداية يريدون تدمير هذه الأجهزة ولكن الآن يقولونهم خلص بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي تسيطر على هذه الأجهزة بالإضافة إلى ذلك تقييد قدرات إيران في عملية صناعة أجهزة الطرد المركزية وهذا طبعا هو أهم نقطة هما يريدون يهدفونها الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية لأن يعرفون كل الزيان بأن الإيرانيين لديهم إمكانية كبيرة جدا مع وجود هذه الأجهزة المتطورة اللي وصلت إلى الـ IR6 والـ IR8 في منشأة نتانز النووية ممكن خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر أن ينتجوا مواد انشطارية من شأنها أن تدخل في التسليح النووي المشكلة هذا العرض الأوروبي رفضوا الإيرانيين وهذا اللي هو يعتبر تصعيد كبير للغاية الإيرانيين يقولونهم إحنا للنقطة اللي وصلنا لها نتفق ونتوقف هنا ولن نعود إلى نقطة الصفر وهذا طبعا اللي خلى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسريبات مهمة جدا نشرتها الـ Wall Street Journal بأنه الأمريكان حذروا بأنه لو فشلت مفاوضات فيينا وهي مهددة حسب العوامل اللي ذكرناها لو فشلت بالنسبة أنه سنفرض عقوبات كخطوة أولى ونشدد من العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين وهذا معناتها عودة إلى حقبة ترامب وطبيعة العقوبات اللي كان فارضها على إيران ومضيق الأمور على الداخل الإيران وهذا بالنسبة أنه كعراقين معناتها التصعيد كبير جدا لأن المفاوضات عادت للتوقف وتحولت إلى رئيسي وفيها معناه هنا بالنسبة لي التحول إلى رئيسي القضية الأساسية بأن الفصائل المسلحة الآن في ظل هذه الظروف يجب أن نتوقع بأنها ممكن جدا أن تصعد ضد القوات الأمريكية والتواجد الأمريكي وهذا سيصعب من مهمة السيد مصطفى الكاظمي في زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه عنده هدف اللي هو عملية سحب القوات القتالية الأمريكية والمشكلة أن هذه الفصائل نفسها وقوى سياسية أخرى موجودة لبعض من هذه القوى دي يضغطون على الكاظمي على سحب جميع القوات لأنه دي يقولون إحنا ما نقدر نفرق بين القوات الأمريكية القتالية والقوات التدريبية الأمريكية على هذا الأساس يجب أن يطبق قرار البرلمان العراقي وتنسحب جميع القوات الأجنبية من الداخل العراقي المشكلة وما يزيد الطيم بله هو هذا الرجل حسن كاظمي قمي هذا الرجل هو كان سفير إيران في العراق الأسبق طبعا هو قال بأن إبراهيم رئيسي والسياسات الخارجية وأولويات سياسات الخارجية هي ليست الاتفاقية النووية أبدا هو ليس مهتما بهذا الأمر ولا يعتبره هو الأمر الرئيسي بالنسبة إلى مهم ولكن هو ليس رئيسيا الأمر الرئيسي في سياسات الخارجية هي دعم جبهة المقاومة أي بما معنا دعم الفصائل المسلحة التابعة لهم في الداخل العراقي وفي سوريا والحوثيين وحتى على مستوى حزب الله وعلى هذا الأساس فنحن أمام تصعيد أكبر وقوة أكبر على المستوى التسليحي والنفوذ في الداخل العراقي وبالتالي لدينا أكثر من معادلة ممكن أن تنعكس علينا الأمر الأساسي أيضا والسؤال الذي يطرح في ظل قضية تعقيد أجهزة الطرد المركزية هل هذا يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تصعد الأمور بما أن الإيرانيين أصبحوا قريبين من الوصول إلى التخصيب للقنبلة النووية وممكن هذا أن يحدث هل ممكن للأمريكان أن يسوون ضربة استراتيجية عسكرية ضد إيران إذا ما تأزمت الأمور هذا طبعا الأمور نستطيع أن نستنتجه من أمور كشفها رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي لـ The New Yorker وطبعا كشفه قضية مهمة جدا بأن دونالد ترامب بعد خسارته للانتخابات الأمريكية من الرئيس حقيقة الأمريكية الحالي جو بايدن بمجرد ما خسر الانتخابات قرر بأنه تصير ضربة وبدأ يدرس أن تصير ضربة عسكرية وأن يقيم حربا ضد إيران وأكبر الداعمين بحسب مارك ميلي لدونالد ترامب في تلك الفترة هو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق كان على تواصل كبير جدا وحفيف من أجل القيام بهذه الضربة ضد إيران من أجل البقاء بالنسبة لترامب كان يحاول خلق أي طريقة أو أي أسلوب حتى المساعدين لدونالد ترامب كانوا يحاولون أن يساعدونه في القيام في هذه العملية العسكرية ولكن مارك ميلي قال بأنه كان يوميا من الصباح الباكر يقوم باجتماعات كثيرة جدا من أجل منع دونالد ترامب من القيام بأي عملية عسكرية مباشرة فهذه كانت في فترة دونالد ترامب فما بالك في فترة جو بايدين على هذا الأساس يجب أن لا نتوقع أي ضربة عسكرية أو وصول إلى هذه النقاط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقد تختلف الأمور مع إسرائيل إذا ما استمرت الأمور تتأزم بهذا الشكل على هذا الأساس إسرائيل هيوم الإسرائيلية ارتأت بين الأمور لا زالت هي من ضمن لعبة المفاوضات النووية اليوم شوف شنو اللي قالتها ما يحدث الآن سواء كانت محادثات في ينة أو التصعيد ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا يهدف إلى تعزيز موقف إيران في الجولة السابعة من المفاوضات على هذا الأساس نحن أمام معادرات صعبة للغاية والكثيرون يعتقدون بأن الأمور قد تصل إلى حل ولكن في ظل هذه الظروف يبدو بأن الأمور غير متوجهة إلى أي حل على الأقل في الأسابيع القادمة حتى استلام إبراهيم رئيسي زيمام الأمور في يوم خمسة ثماني الفين وواحد وعشر